اشتركوا في القناة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية وما وصل إليه التعاون المشترك بينهما من مستوى متقدم في جميع المجالات شاكرا جلالته الجهود الطيبة التي يبذلها السفير الألماني لتعزيز العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين هذا وقد أهدى سعادة السفير الألماني جلالة الملك المفدة كتابا وثائقيا بعنوان الخيل العربية الأصيلة من إصدار نادي الأصيل الدولي في ألمانيا كما نقل إلى جلالته رسالة شكر وتقدير من الدكتور جورج أولمز رئيس الجمعية الدولية لحفظ ورعاية الخيل العربية الأصيلة تقديرا لجهود جلالته ورعايته الدائمة للخيل العربية الأصيلة وقد أعرب جلالة العاهل المفدة يده الله ورعاه عن شكره لسعادة السفير الألماني ولرئيس الجمعية على هذا الإهداء مشيدا بالجهد الطيب الذي تم بذله في إعداد فصوله التي تعرض مختلف أنواع الخيول العربية الأصيلة وتاريخها وسلالاتها العريقة مشيرا جلالته إلى أن هذا الكتاب يؤكد اهتمام جمهورية ألمانيا لاتحادية الصديقة بسلالات الخيل العربية الأصيلة وأكد جلالته على اهتمام مملكة البحرين وحرصها على المحافظة على سلالات الخيل البحرينية العربية الأصيلة التي تتميز بجمالها وجودتها باعتبارها جزءا أساسيا من الهوية التاريخية والتراثية التي رسخها الأباء والأجداد من جانبه أشاد سعادة السفير الألماني بحرص مملكة البحرين واهتمامها بالمحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة بفضل توجيهات جلالة الملك المفدأ مؤكدا أن المملكة تعد من أهم الدول التي تملك أفضل المرابط للخيل العربية الأصيلة معربا عن جزيل شكره وتقديره لجلالة الملك المفدأ يده الله ولشعب البحرين على دعم العلاقات بين البلدين وعلى ما تلقاه الجالية الألمانية من حفاوة وترحيب دائم ومحبة في مملكة البحرين